يعني صديق أولاً طبعاً ألف مبروك مبارع على تقاهل النادي الأهلي للمباراة النهائية في ظل ظروف صعبة يعني في النهاية أنت بتلعب التراجي وواحد من أهم وأعظم وأكبر الفرق في أفريقيا وقدرت تكسب 4-0 أعتقد نتجة جيدة طبعاً في البداية ببارك لحضرك وبارك للمجلس إدارة والجهاز الفني والعامين ممكن إحنا بتعودنا كابت وإحناك عارف ما بنفرحش قوي لسه عندنا المبروك النهائية وده الأهم طبيعي جداً نتقلب في النهائي ده العادي بل العادي الأكثر طبيعية كمان إن شاء الله لأهلي حقق البطولة كلنا مستنين كده لكن بنفرح كسبت فرقة كبيرة زي للتراجي ممكن خلاص بقدر بأفريقيا في الفترة الأخيرة أهلي وتراجي نهائي أو قبل نهائي ممكن 3-4 سنين في الآخر ملعابهم حوالي مراتين ثلاثة في النهائي فده الطبيعي إن إنت تكسب التراجي رايح جاي كمان دي حاجة إيجابية في ظل الظروف التي تتكلم فيها ظل الغيابات وإصابات وكورونا وبدون جمهور كل دي حاجات بتأثر بالسلبة على النادي أهلي لكن النادي عدى كل المرحلة دي وعدى كل الظروف الصعبة دي وإيه دي الحمد لله نبقى في الفاينال نتمنى إن شاء الله في التوفيق بالتوفيق بإذن الله بنفس التركيز بنفس الحماس بنفس الرجول اللي احنا متعودين فيها على عيبة النادي الأهلي وعلى الجهاز الفني اللي أنا يعني بقدم له تحية بشكل كبير جدا لأن لو هتسألني هقول لك رقم واحد في المبراطين جهاز فني بمعنى دار المبراطين بشكل كويس قوي زاكر فرقة التراجي بشكل كويس قوي ممكن عارفة كابتن إن أهل وتراجي بقى كتاب مفتوح للفرقتين فالحاجاتي بتصعب المبراج جدا لكابتن وكان زي ممكن جيبت تقارير لكابتن سيد عب حفيز قال كلمة عجبتني أوي كان عندنا حاجة وعسين نأخدها دو واحد ما كانت كده بالزبط يعني أنا واسك مش فكرة إن أكسب لا ما كانش المكسب بس لك تكسب بالأداء ده وبالنتيجة الكبيرة دي إنك تكسب فعال بالنهائي يوطبع أربعة صفر تكسب بره ملعبك واحد صفر عمالك تنصف فشاف إن كل دي حاجات إيجابيات بصي يا كابتن أقول لك حاجة يمكن أنا كل ما موجود في أي نامج أو حاجة بقولها اللعيبة التصراحات اللي خرجت من اللعيبة في كاس العالم الاندية مش أقولك بقى بعد البطول في كاس العالم الاندية بتقول إن شاء الله أن نحن نأخذ البطول دي كل اللعيبة كل تصراحاتهم سواء اللعيبة وجهاز فني عايزين نبقى موجودين هنا تاني اللعيبة ده أول مرة تلعب في كاس عالم الاندية أكيد شافوا الإختلاف شافوا ان فعلا كاس علم مش فكرة حاجة شرفيزة لعبت كم كاس علم تلاتة تلاتة صحيح اه لعب تلاتة الحمد لله لعني يعني انها بتتكلم عشان يعني اللي بيتكلم ده عارفه كويس اوي بيتكلم عن ايه طبعا حاجة كبيرة كانت حاجة شفت واما والموضوع مختلف فعلا لا لا يعني يعني الموضوع كاس علم بجد مش المظ... يعني الناس كان بتتشوف او بتتكلم ان حاجة شرفيا يعني بطل أفريكيا وبطل أوروبا بيروحوا أو حاجة شخص لا الموضوع مش كده خلص في حماس وفي منافسة وفي أجواء بتحس كاز عالم مصغر فكل التصريحات اللي كانت موجودة من اللعيبة بعد محقل البرونزية في قطر كل التصريحات عايزين نبقى موجودة هنا تاني فالتركيز كان من أول يوم ده مش من أول يوم تبدأ البطولة من أول يوم خلصوا كاز عالم لأندي